في إطار اهتمام مصر بملف تغير المناخ اتخذت الدولة خطوات سريعة وجادة لتحديد مساهمتها في هذا الملف الهام الذي يهم العالم أجمع كما تلعب مصر دورا هاما في ملخ المناخ على المستوى الإقليمي حيث كان لرئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والمجموعة المفاوضين الأفارقة كان لها دور أهم في توحيد صوت القارة الإفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ اتخذت مصر منذ عام 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهمتها في تغير المناخ وتابعت خطواتها بدمج بعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة ومع اتفاق باريس للمناخ وأهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ كما إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر كما تعمل الحكومة على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل وتلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي فكان للئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة دور هام في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة واستمرار العمل على تنفيذها واستضافت مصر مؤخرا مجموعة المفاوضين الأفارقة واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم وأطروحاتهم وبدعم من الأشقاء إلى فارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 خلال العام الجاري وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام وترى مصر أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف لتشهد تنفيذا حقيقيا لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن ترجمة نانسي قنقر